مرحباً بالجميع، مرحباً في قناتكم علمني الإنجليزية درس اليوم يحيكون على التسلسل الزمني في الإحداث كيفاش نستعملوا الماركورز كيفاش نديروا التسلسل تعنا هذا الدرس يخص لكاتخ يماني سنة ربيعة متوسط نبدأ بالتعريف تعه قبل نحبو نرتبوهم ترتيب تسلسلي ولا ديزاكسيون ولا أنشيطة ولا نستعملوا الروابط هذا الروابط من جملة الجملة لازم يكون فيها تسلسل واضح من البداية إلى النهاية نستعملوا first نريلكم شرح تحهم هاولك first معنتها أولاً then ثم next التالي after that بعد ذلك before that تقدروا تلقاوها هما ما داروكم شو before that ميكين اللي يحب يستعمل before that كيتحبو تهضر عليناكس يوم من قبل before that قبل ذلك finally أخيراً دانك لازم يكون تسلسل بهذا الطريقة بهذا الطريقة وكين واحد داخرين بيانسير انتو ما في البروغرام بتاعكم بولي 4 يماني كين هادو صوف هادي لي ما كانش أنا زيتها اللي يحب يزيدي يغفها first then next after that before that finally let's take on an example first رح نحكو على شخص واسمو بيتر نبدأ وحياته من اللول حتى اللافة رح يكون فيها تسلسل نبدأ so first اولاً رح نحكو على حياته هنا هاد chronological markers وين نحين تستعملوهم وحين تستعملوهم سوختو سوختو في eternally trip في المسار بفي مرسار رحلة تحكو على مرسار رحلة من البداية حتى الليناء هاية حتى تستعملو الconnectors هادو ذو ال linking words وبيا تقدر تكون في البايوغرافي تحضروا على شخص تحضروا على حياته الشخصية بداية حياته حتى اللافة ولا وش كتب حتى اللافة تو ديبون الموضوع اللحين يقولوه لكم وانتو ما عليكم ولا تحكو على حياتكم دفوع رحين تحكو على حياتكم الشخصية وتبدأوا اولاً هاوشتر ثانياً ثم بعد ذلك وفي الاخير وفالا تحكو على كل شيء في إلا farther تحكو على حياتكم بعد ذلك وفالاً تحكو على حياتكم بدأوا تحكو على حياتكم الا حياتكم بعد ذلك بعد ذلك بدأ في كتابة سيناريوات للأفلام Finally في النهاية He retired at the age of 70 He retired من تقاعد من تقاعد إلى بخصة رتخة على عاجة 70 To lead a quiet life in his mountain village باش يرح يعيش حيات هادئة في الجبال في الويلاج شوفوا الحيات تاعه كيفاش بدأت من جورناليست ومبعدوا لأبوات ومبعدوا لأريوائي بعد ذلك بدأ يكتب سيناريوات في الأفلام وبعد في الآخر أخذ الراحة تاعه وعاش بعد التقاعد تاعه عاش حيات هادئة في الريف في الجبال ووالا هايلي كيفاش نديرو The chronological markers First then next after that Finally درس ساهل ساهل إلا قلكم استعملوا The chronological markers Connectors Linking words في الparagraph تاعكم هامليكوش لازم تستعملوا ووالا يقدرو يعطو لكم تمانين تاني فيه فارغ يخلو لكم فارغ هنا يعطو لكم un paragraf يقول لكم استعملوا Connectors or linking words or chronological markers وانتو ما لازم تكونوا حفظين هوم بلين بدأوا بfirst then next كيف كيف after that finally هادا وش قلته بولا كاتخ ياماني ووالا درس ساهل وبسط ما فيش حاجة كبيرة ما خدا ناشو وقت كبير دنك نتلاقى ان شاء الله في الابروشان فيديو ووالا see you goodbye bye bye ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر